اشتركوا في القناة هذا الضغط الجوي مرتفع اللي رحمة مركز على بلدنا هو اللي يسمح باش خدوة الصباح اللي يبكروا لحالي يكون شباب تكون سما صافيا بعد السوحة من نوع العالي تم بعد مناطق شامل الصحراء الواحات وكذلك حتى منطقة صورا كان منطقتها بن عباس، بشار، إقلي، تاغيت كل هذه المناطق هذي مع الصباح نشوفوا الظاهرة إن شاء الله خلال الظاهرة بدون تغير قال حال هايل شو يسحب دائما من نوع العالي على شرق البلاد الواحات حتى في جهة الهوغر والتاصيني وأقص الجنوب هذي الظاهرة دق درجة الحرارة بارد الحال بارد بارد لأنها تيتمبراتور نيغاتيف نصيبهم بعد خاصة على الهضب العليا وانتقدر رحك حتى الثلاثة إلى اربعة درجات تحت سيف خاصة ببعد المدن تعلق الوراس والهضب العليا الوسطى كولاية الجلفة وأيضا ولاية البيض معروفة كذلك وثيارت حتى بعد المناطق تقع جبل القبائل كلال بعدها تيرت بنيني في الهوغر والتاصيني خمسة في جالات فقط تسعة في طمراست على عصيمة ووهران مستخدم بجايا كل هذي المناطق سبع درجات ستة من جيجي نحتل على الطرف 14 على أقص الجنوب ستة في أدرار ثمانية بعين صالح ستة بورق لا خمسة بغردائي واربعة ببني والنيف وأيضا عباد الله وبشار دوكن جزولي درجة الحرارة خلال الظاهرة إن شاء الله مع اسمي شالي تكون ترتفع الحرارة حوالي 16 إلى 17 درجة على السواحل الشرقية وايدا البسط لحق حتى الثمانتاش من جهة من نصف غزاوات وهران وايدا أرزيو سبعتاش ببشار بشوفوا ليطنو في راجل في الجنوب وفي الصحراء بقرسك الإمام والثمانتاش سبعة في ورق لا بستثناء طام الرأسة وجانت 25 إلى 26 درجة أدرار 24 20 بيتين دوف 29 إلى 20 درجة على عين أزواء بورج بلج المختار عين قزام تمياوين تنزاويتلين سيلات أباليسة كل هذه المناطقة أقص الجنوب لكم جزول الملاحة والصيدة المحر المحار شباب طابلا كما يقولوا لأنها رياح ضعيفة ما بين 10 إلى 25 كيلومات الساعة اتجاه تاريح شرقية إلى بعد نحيان شرقية إلى بعد نحيان اتجاهات مختلفة فيما يخص الرؤية مع أصبحت قد تكون شوية راضئة للسبب الضباب مع أن تتحسن إن شاء الله وتولي من 4 إلى 8 أميال بحرية هيك العادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بالمعلومة الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضوحية لهذا الثلاثين 25 ديسمبر 2023 شرق وغرب السامس أنا ببقى لغرق لكم ربي دوم وغساكم ويا من عاش